حل المستشار نجيد جورايل ضيفا بمداخلة تلفونية على قناة سي تي في وكشف إصدار شهادة ميلاد جديدة الأحد 2 أبريل 2023 وقال أنها صدرت باسم يوسف سامير زكريا إبراهيم بدلا من شنودة الاسم المعروف به منذ بداية المأساة ووالدته اسمها بشهادة الميلاد باسم سامية ماهر مجي وديانتها مسيحية وعلى ذلك بأن النيابة سلمته لفاروق وأمال كعائل مؤتمن وأسرى بديلة وإذا فشلت هذه الأسرى البديلة في تربيتها يكون اسم الطفل يوسف سامير ولا داعي تسميته شنودة وإذا تمت إجراءات الأسر البديلة بنجاح يمكن تسميته مرة أخرى شنودة فاروق مع تغيير اسم الجد واللقب إذن ما هي إجراءات الأسر البديلة؟ قال نجيب جبريل هي إجراءات ورقية سهلة تستغرق شهر ومنها لابد من وجود عقد شقة إيجار أو تمليك فقطعته المزيعة بقولها اللافت أن يوم الميلاد في شهادة الميلاد 28 يوليو 2018 مع أن الطفل معروف أنه من موليد مارس فقال المستشار أنه مجاهز نموذك للتغييرات وسيتم اعتماده بعد إجراءات التفاعل كتب الدكتور خالد منتصر السبت أول إبريل 2023 الفست ده هو تكتب فيه لو في أطفال مش أولادك بديه إن إيه؟ هم عيالك برغم أنفك ليه طيب؟ لأن الشرع بيقول الولد للفراش وما نقدرش نخالف الشرع بس التبني حرام لأنه اختلاط أنساب وحط بعض الروابط منها الروابط ده بيقول أصدرت محكمة كفر شكر الجزئية حكماً فريداً من نوعيه برفض دعوة نفي نسبة لتكتب فيه لو في أطفال مش أطفال مش أطفال مش أطفال مش أطفال مش أطفال مش أطفال من نسب الصغير رغم تأكد الأب من نسب الصغير من خلال إجراء البصمة الوراثية دي إن إيه؟ إلا أن المحكمة رفض الدعوة مستندة إلى مبدأ أن نفي النسب لا يكون بالإحالة للطب الشرعي ولكن بالعان فقط يعني ده بيلعن دي ودي بتلعن ده والمفروض الزوجة تشهد أربعة شهادات بالله أنه بيكذب وبيدع عليها والخمسة شهادة الخمسة يعني أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فالمحكمة تاخد بكده وما تاخدش بكلامه أنه هو بيتهمها بالزنا وقد أصارت قضية الزوجة التي قامت بخيانة زوجها لمدة 11 سنة وأنجبت 3 أبناء من عشقها ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع إنقار الزوج لنسب أبنائه الثلاثة منها بموجب تحليل البصمة الوراثية دي إن إيه؟ مؤكدا أنهم ليسوا من صلبه وأن زوجته التي تحمل اسمه شرف وتخونه منذ الشهر الأول للجواز وذلك أثناء عمله بشرم الشيخ ثم صفره إلى دولة خالجية للعمل بها لتحسين ظروف معيشتهم وتقدم الزوج للمحكمة بالعديد من التسجيلات التي تمت بين زوجته وعشقها التي زودته بها زوجة العشيق ثم شهادة الشهود والعديد من القراءة الأخرى مصحوبة بالإضافة إلى تحليل البصمة الوراثية فأصدرت المحكمة حكمها بالحبس ثلاث سنوات لكل من الزوجة والعشيق ولكن المأساة عندما تقدم الزوج لمحكمة الأسرة بقضية إنقار نسب أولاده الثلاثة من زوجته مؤيدا بتحليل البصمة الوراثية دي إن ايه؟ المفاجأة بقى إن المحكمة رفضت اعتماد البصمة الوراثية ورفضت القضية بناء على الحديث النبوي الوارد في الصحيحيني الولد للفراش وللعاهر الحجر لأن المحاكم الشرعية المصرية لا تزال تعمل بقانون نسب الأولاد بالشبه أو نسب أولاد الزنا للزوج ورفضوا ترك الحديث وأصروا على نسب الأطفال بالشبه وإلا سيكونوا مرتدين لإنقارهم حديث نبوي وقد سبق لمحكمة النقد المصرية في الطعن رقم 958 لسنة 94 قضية في العام أن قالت القاعدة المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين أول هو أن يكون فيه وقت الولادة ثاني هو أن يلعن إمرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه الغريب أن حكم محكمة النقد صدر في العام 2008 في وقته أصبحت البصمة الوراثية معطرفا بها علميا ولكنه الخوف من إنقار معلوم من الدين بالضرورة ورغم أن بعض رجال الدين وقته قالوا أن هذا الحديث كانت له ظروفه في زمن لم يتقدم فيه العلم إلى الإثبات بالبصمة الوراثية ومنهم الشيخ سيد زايد عضو لجنة الفتوى في الأزهر لمن ثلاثة أطفال من عمر خمسة عوام إلى عمر 11 سنة وملزم بتربيتهم والإنفاق عليهم وهو يعلم علم اليقين أنهم ليسوا أبنائه ولو كان تبناهم من أحد الملاجئ لكان ذلك أفضل كثيرا لأن التبني كان سيكون باختياره الحر فما هو شعوره وما هي الأفكار التي يتصارع معها بين ما زنب هؤلاء الأطفال وما زنبه ليربي أبناء ليسوا من صلبه ويلزمه القانون بالإنفاق عليهم ووجودهم معه سيذكره دائما بخيانة أمهم له انتوا يرأيكم شاركونا في التعليقات طبعا البوست بتاع دكتور خالد منتصف ده هو طبعا بسبب برضو شنودة اللي مرفوض أنه هو والديه يتبنوه وتعالوا نشوف آخر ما حدث وأسرار كشفها المستشار أحمد عبد ماهر كشف المستشار أحمد عبد ماهر والمستشار قرن غبرائيل أسرار رهيبة الخميس 30 مارس 2023 عن كواليس الإفراد عن الطفل شنودة وارجعوا لوالديه بالتبني فروا مال من خلال مداخلتهما مع الإعلامية نادية يوسف على قناة سيسات الفضائية في البداية شكرت نادية يوسف أربع أشخاص وقالت أنهم وراء خروج شنودة من دار الرعاية وأولهم المستشار أحمد عبد ماهر الذي استغاث بالرئيس السيسي وقال له يا ريس القضاء خلع إيده من قضية وحكم بعدم الإختصاص قدامك 30 يوم لن نقدم فيهم طعن ونرجوك أن تصدر عفوا عن شنودة فيمكنك أن تدخل الآن لأن القضية الآن ليست بمحكمة وبالتالي لو أصدرت عفو يبقى يعتبر أنه لا يوجد تدخل في العمل القضائي أو في عمل المحكمة أيضا شكرت النائب العام لسرعته في تنفيذ أوامر الرئيس أيضا شكرت مريم يوسف لأنه لولا الفيديو اللي عملته وما كانتش الميعة تتحرك ولم تكن رانيا تذهب لعمل الدين مما عجل بخروج شنودة أيضا شكرت الجندي المجهول في هذه القضية حسب وصفها وهو زوج رانيا الذي احتوى رانيا وقبلها رغم أنها أسلمت ورجعت بعد كده للمسيحية فقبل رجوعها واحتواها لأنه عارف أن الكل بيغلط حتى الأنبياء وفتح لها الباب وما أفلوش في وشها ودعمها وراح كمان معاها للنيابة وفي الدي إن إيه أم عملت الكشف هناك ثم انتقدت نادية يوسف بعض مواد التستور التي تتناقض مع بعضها وأيضا انتقدت تأخر فتوى الأزهر والمفتي رغم أن العضية استمرت لمدة أكتر من سنة ولكن لم تصدر الفتاوى إلا مؤخرا ثم تم الاتصال بالمستشار مايكل لوح اللي هو محامي رانيا فوزي وبين أن بعد الاتهام البشع الذي طال رانيا رانيا أصرت على إثبات برائتها وأصرت على عمل الدي إن إيه وذهبت للنيابة واستمرت تحقيق ست ساعات معاها من تمانية بالليل تقريبا لغاية اثنين الصبح وقال إن هي ما كانتش بتحب الظهور والغاية دلوقتي ما بتحبش الظهور وبتحب تاخد حقها بالقانون من كل من أساء إليها ثم بعد ذلك تكلم المستشار أحمد عبد ماهر والذي قال الشكر الأساسي لكل شعب الكنيسة وشعب مصر المسلمين ومسيحيين اللي دعموا شنودة ودعموا رجوعه لأهله وليس للخطائين وقال أنا المفروض مشكرش الأظهر والمفتي لأنهم اتأخروا في إصدار وفتاويهم ولازم نفهم إن لو حكمت أي محكمة بالبراءة لأي متهم يبقى بالتالي النيابة مخطئة وأيضا قال لا يجب أن نشكر المجلس القومي للطفولة والأمومة لأنهما لم يفعل شيء يذكر أيضا شكر الإعلام الخاص بالذات وقال إن الإعلام الحكومي لم يذكر أصلا القضية وقال إنه تنع عن المشارقة في الشوق الإعلامي بعد الإفراج عن شنودة حتى لا يضطر إلى شكر أي أحد ممن يراهم مخطئين المهم بعد كده اتصل المستشار كرم غبرائيل وبين أنهم لم يخطئوا في القضية ودافع عن نفسه وعن قول أن القضية فاشلة وقال إن القضية مرفوعة صح 100% وقال إن السيسي لم يتسلم الرئاسة من الأظهر أو من الكنيسة بل تسلمها من محكمة دستورية وكان يتمنى أن يتم الإفراج عن شنودة بحكم محكمة وليس بأوامر من السيسي وكشف أن مالك الملوك الله القدير حرق قلب الملك الأرضي اللي هو السيسي ليصدر أوامره ويرجع شنودة لوالديه كما كشف أن كلمة تسليم الطفل مؤقتاً معناها أن السلطة انتوت تعويد شنودة عن الحرمان من الزيارة المدة السابقة وذلك بتسليمه لأهله بسرعة دلوقتي ثم عمل الإجراءات الورقية فيما بعد على مهلهم لأنه كان ممنوع عنه الزيارة خلال السنة اللي فاتت وهو في دار الرعاية وكان فاروق أمال بيتقطعه عشان مش عارفين حتى يشوفه وقال إن الله المسجون في أي سجن لا يمنع عنه الزيارة ولكن شنودة كان ممنوع عنه الزيارة أيضاً كشف معاناته يوم الأفراج عن شنودة من وزارة التضامن الاجتماعي يعني سلمه لهم بعد حوالي ست ساعات حيث تم منع المحامين أيضاً من حتى رؤية الأوراق التي وقعها فاروق وأمال كما أنه خدعوا الصحفيين والمحامين وقالوا لهم استنونا في القاعة اللي تحت عشان نسلمهم ليكم تسليم حضاري وبعد ساعات من الانتظار رحوا سلموا الولد لفاروق من بره بره وفجأ الصحفيين والمحامين بأن فاروق في الشارع ومعاه شنودة ولا كان فيه تسليم حضاري ولا غيره كما أن الولد أما دخل في العربية كان فيه حوالي تسعة في العربية واستفرغ في عربية المستشار وبازة البدلة بتاعة المستشار والفتيس وكمان بهدل زوجة المستشار اللي كانت معاه في نفس العربية وابطر أن هو يروح للمستشفى بسرعة والشرع وقف وعملوا أعاقة للمرور كان يوم صعب جدا وقال أن نظام الأسر البديلة سيكون لشنودة الاسم الأول اللي هو شنودة واسم الأب اللي هو فاروق واسمين آخرين هيكونوا عشوائيين يعني مش هيكونوا بقية الاسم بتاع الوالد اللي هو فاروق كما أنه لا يرس في حالة لقدر الله وتوفيها الأستاذ فاروق ولكن كما يقال شيء أحسن من لا شيء ولما سألته الأستاذة نادية يوسف أنت شفت الصليب على إيد شنودة قال أن فعلا هو شاف الصليب ولكنه تعجب من كباره بالنسبة لحجم يد شنودة وقال يعني أنا حاطة صليب على إيدي ولكن الصليب اللي على إيدي أصغر بكتير من الصليب اللي على إيد شنودة واستعجب من الموضوع ده هو كما كشف أن وزارة التضامن الاجتماعي منعت المحامين من رؤية الأوراق التي وقعها فاروق وأمال وكشف أنهم لم ينال حظهم من التعليم وبالتالي أما معرفوش أما وقعوا بإمدتهم على إيه ولكنه قال أنهم سيطالبوا بصورة من هذه الأوراق الحمد لله على رجوع شنودة وكانت فرحتنا كبيرة برجوعه لو أعجبكم الفيديو يريد تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين شكرا لكم